عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمراجعة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية ثم يتم طرحها للحوار المجتمعي لفتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة واستعاب مختلف الأراء والملاحظات